أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ما يحدى به تطوير موقع التجل الأعظم بمدينة سانت كاترين من اهتمام من جانب الرئيس السيسي وتوجيهاته المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال ضمن هذا المشروع الضخمة تمهيداً لافتتاحه قريباً وخلال اجتماع لمتابعة ما يتم تنفيذه من تطوير بمشروع موقع التجل الأعظم بسانت كاترين لفت مدبولي إلى أن المشروع يأتي في إطار مخطط عام لتطوير المدينة ووضعها في مكانتها اللائقة لما بها من مقاومات سياحية متنوعة بالنظر لما تتمتع به من طابع أثري وروحني وديني وبيئي وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بسرعة تقوية شبكات التليفون المحمول بمدينة سانت كاترين والمنطقة المحيطة بها والطريق المؤدية للمطار